البرحة خلينا هاشتاق نور زهير وين ورح نبقى نصيح يوميا نور زهير وين يا الاطار التنسيقي ما رح نفك عنكم يا أخي نور زهير وين طميتوا وين ضميتوا احنا ندري وين وذا تريدون أجيب لكم نور زهير وين موجودة يمي تمام فبس أنا أريد أسأل الاطار التنسيقي إذا كان نور زهير بالعراق تمام شوفونا ياه وإذا كان نور زهير خارج العراق قلونا قلونا نور زهير طلع احنا الباحثة أنه سؤال وإجرد مصير نور زهير وين صفه بالدهر اليوم قاضي محكمة تحقيق الكره قال إنه المتهم المذكور سدد حتى الآن ما يقارب الأربعمائة مليار دينار من أصل تريليون وستمائة مليار دينار والمتبقي يسدد وفق جدول زمني وبشير رفع الحجز عن أملاك المتهم نور زهير قال السيد القاضي إنه الكتاب واضح ويشير إلى قيام المتهم بتزديد مبالغ مالية ودعت في غزينة الدولة وعلى أثرها الرفع الحجز عن العقار أو عن الشركة اللي سدد مبلغها بشكل كامل الخزينة الدولة وأكد عدم وجود رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن المتهم بشكل كامل حيث أنه بقية أموالها محجوزة لصالح مصلحة الدولة وفق المعطيات الموجودة وهي عدد من المشاريع والشركات اللي مستمرة تحت قرار الحجز حلو شفتوا نور زهير اللي بايق المليارات يتفاوضون وياه وبكل دبلوماسية من أم ذولة الإطار التنسيقي إجل كاظم يحبس الهمية قالهم اتفضلوا هذا تمام السوا والجماعة راحوا طلعوه ليش طلعوه وشنو التفاصيل إحنا دا نسأل إحنا دا نسأل اليومية راح نسأل نور زهير وين إحنا نريد نور زهير ما راح نفك يا أخي افتهميت يا صاحب نظرية المؤامرة بعد ما سميك غير هذا الاسم تمام زين طوني اللي بعد اي زين بس نصيل شوية زين ليش اللي يبوق فلوس الشعب وبعدين يدعي انه هو كان شريف ونزيه يتعامل احسن معاملة ويطلع كفالة وليش اللي يغلط غلطة بسيطة ينحكم سنين هي هاي العدالة في حكم الإطار هي هاي العدالة في حكم صاحب نظرية المؤامرة هي هاي العدالة ورح اقول لكم شغلة بس وراء ما اخلص هذا الفيديو طوني يا للفيديو اما عن هيثم الجبوري ايه سدد لغاية الان تسع مليارات دينار من اصل سبع طعش مليار وطلب مهلة حتى يستكمل كامل المبلغ المالي وهو حاليا مطلق صراحة بكفالة ايضا تمام يعني شفتو يعني سبع طعش مليار مسدد من عدهن تسع مليار وهو ما بايق شلون يالله انا اريد افتهم زين اذا هو دا يريد يجيب الفلوس ليش طلعتو هسه سؤال يعني هسه واحد بايق لي عشرة الاف دولار بالقضاء العراقي بايق عشرة الاف دولار اطلعوه بكفالة حتى يروح يجيب العشرة الاف ويجي لو الذلون اهله ويرحون يجيبوهن ويجون مو هو هذا حكم الاطار هو هذا حكم صاحب نظرية المؤامرة هذا اشتركوا في القناة